السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا من داخل حمان ويالبابت الثالث والأربعين خيال دي نرجعك بيتنا الصعب أسباك بالله استواطنا من غرفته بالكرسي تغربت مني لا قبل لا ينتبهون عليها ودى النقط أهمس بصور ناصي يمئذنا ما عرفك أسر لوش ما تسوي ما عرفك وأبقى وراك لذلك لتعب نفسك وتصارف رعب حقا باوالي بخزرات بدون ما يجاوبني بتسمته بوجهه ورجعنا لبيتنا جيت راح حاول أقاولنا بسوى تحمل على مودة هو على مود يتقور بيه ويرجع أسر القديم المهزة شيء مهما كان شبير ثاني يوم وقفة ويأفريض بالمطبع داد نشتغل وندق الجرس صراحة تشوف منو شوية سمعت صورة باجي ويام نصيت النار وطلعت بسرعة سلمت عليها زينا ليش ما جبتي هم ويام وجيته على الغدا ويام لاحظ يبتي غير مرضى بس الجيتة بلغت تجهزين نفسك العصر روح نخطب حرابة غياث الأسر خيال صفنت عليها مصدومة لا إرادية لحجيت يا حرابة ويا غياث تتحشين باجي زينب شنو السالفة ويام غير ابنيتش خطب خيال غابر شهرين شنو هستتردين تخطبين لبت غياث قابل الشغل اللعبة ويام والله ياهم سجار ما تدريين يجسوا بيه من قاتل ما خفت من عصابيته لبست عباتي مبلوه وجيتكم أركض زينب مو عذر هذا ما مقبول هالكلام لا منتش ولا من ابنتش الشفية خيال بقيت ساكت أصلا الشيحشي والكلمات ترجز عن وصف الشيء الحسيت بيه ساعتها فيضباجي اهدي كل شيء ينحل بس خليه نفهم السالفة سحبت عمي الغرفتي وقفلت الباب ما مو احتيش صار إش بيه أسر تخبل فجأة ويجاب حواره على بالله هو مو يبيه الخيال ويام وجخلي أفتهم أنا بالأول بعدين أشفح ليش فجأة الصبح بدون مقدمات طلع من غرفته عصبي روحه بخشمه حتى ما قبل أخذها غسل قبل قل لي أسر يوم العصر روح البيهة عمي هي خطفي اللي حولها ويام سالمين شبيك متعمت لخطابتها شنو موقعها من العراب أسر ما خطابتها هي كلمة نجالت وراحت بوقتها قابل إش صار شي رسمي ويام أسر شنو هالحتي نبني أن خطبت وأنت وقفت بوجه قسمك وقلت أريدها شوفت شئتين قلبت وتريد تخطب غيرها لا مو بتعمك لا مو إنو بتعمك بس ضربة من الطرفين ترى ما تستهى الخيال تسوي بها عن شكل وهي أتحب أسر أنا أريد حواره شنو غصب آخر خيال وإذا على كلمتي أنا مو متجاولة عندي كلمة بعشتردين أنت وغيرتش أفهمها الحاجة حتى لا تدخوني ويام أول شي لتصيح بوجه ثاني شي مو كد خطوبه حسن ما تشوفها لك أسر شنو نهي انقعد على الكرسي لا أول ولا آخر واحد يتزوج وهم وقعد ولا البنات خلصة حتى لا حتى تخافين حوارة ترفضني بسبب وضعي ويام أنا ما مستعد أخسر عمك ومرتبسة بمزاجي تقل مفهومة لذلك أتحلم أخطب لك حوارة أسر شنو هي بكيبج أنا تعبت محتاج وحدة رقف وياي وتساعدني أنت تعبانة وحسن طول النهار مشغول ويتواجد بالبيت يعني مجبور الزوج حتى أشيل الحمل عنكم وعين نفسي وياموش بها خيال شو تحبك وتموت عليك ولو تبقى عمرين على وردك هما راح أضل تخدمك بدون ما تتعب أو أتمل منك ومن وضعك ليشدة تفضل حوارة عليها وهي أولى بك أسر ما أحبها تعرفي شنو يعني ما أحبها أنا انطيت خبر الحوارة اليوم تبحوا اليوم للبنية وافقت وبلغت أهلها يعني ما مجبورة الغبنين الوضع لأن صار أمر واقع وانته ويامو روح أخطبها وحدك أنا ما أريد تشنة غير خيال هو أنا حتشيت هتشي وما أحسن أنها مشيه من الكرسي للمياز وقام يشيل ويكسر بالغراض أسر بخيال يا خيال 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 وان ما أروح تصيحون خيال ما أريد أكرهها أكره حتى سيرتها هي وبيت عمي كلهم أسمعيني زين إذا اليوم ترحين تخطبي لي حواء العصر وإذا بغيتي إمعان دا غسما عظما أسوي روحي شيء وأخليكم تفترونها تفترون على نفسكم من الصدمة الحجية تخبلت وما تخبلت إش بيك ولك ليش تريد تخسر عمك بسواتك هاي أسر طز ما يهمني ما كواحد واقف بعيني لا عمي ولا غير بالذلك لا تلعبونها في الكم وبحث شيء ما لا داعي تسمعون لولا وآم يوم ما أعقل وفكر زين عم عملتك هاي كسبة لعمك وبنته وليث ما يستاهل منك تتأذي بعد كل شيء سوائلك ولا ولا الأخوانك ما أشوفه إلا شار القزاز التحفية وحطه على شريانه أسر تفوتين تخطبي لي لولا وآم يخطب لك وليوم هم بس خيال مو غيرها أسر حوارة وآم ما أخطب حوارة بس حتشيتها ضغط على إيده حيل بالقزاز قبل طفر الدم خلاني أنا وبيبيتك ندق ونلطم هالدور أريد أشوف إلي خاف الجرح عميق ويحتاج لخياط ماك وعاند وآم بس أشوفها يوم ما باوع شلون إيدي إيدك تجري دم لا يروح يصير بيك شي أسر تخطبي لي حوارة أولة وآم ما يخالف أخطبها والله أخطبها بس أنطيني إيدك أشوفها أسر ما بيه شي بس ساعة مفتصير زينا وآم أسر لا تعاند أنطيني إيدك بسرعة أسر واخر ما أريد قلت ليش ما بيه شي كافي تلحين أخذت عباتي واجهت الباجيتش حالله يشهد علي يوم من طلعت من باب البيت دمعتي نزلت وهم خايفة لا أخصر بيت عمدش بسوايته وهم لن أسر موعداك أسر الغدية أو مرد يتجاوز عليه أو المرد يتجاوز عليه أدري تعبان وأدري مصابة شبيرة وأكيد عاربتها بس حزن بنفسي أشوفي دم وروحه وأضل واكفة أتفرج فيض شنو يعني هسا تخطبي الحراوي آمل عتسوي انتي بريتش وبعد كل شي عرفتي أكو حل ثاني غير هذا فيض زيان ما لقيتي غير مرت عمي تيجي وياج يعني هذا المقبل خذل بيتها وخذل الكلو تريدها تيجي وياج بضحكة وبتخطب الابنش ويام شو سوي ما عندي غيرها أختي الوحيدة وماتت ونسوان أخوتي من يوم هنمين ما يتمنى الخير إلي لا إلي ولا إلكم وبيبيتش مرت شبيرة رجلها يادوبة عينها حتى توقف على حياتها إيش أسوي أبيع حالة أروحا للعالم أبطرق روحي فيض والله ماما ما قادش أقلتش خلينا نطلع نشوف باجي ونحكي لها كل شي بل كتتفهم حالة النفسية وتعذركم طلعنا للصالة لقيت خيال قاعد على القنفهم ومات عميه ما اسه تحكي وياها بصورة ناسي بس شافتنا سكتت حكيت لهم كل شي قالت تماما بقوا ساكتين وباجي صافنا بوجهي شوية وقالت زينب عدريني ويام ما قدر أجي وياك وعوف بنتي ورايه ابنك هو الخاسمان لأن الخيال ألف واحد يتمناها ولو يلف كل العالم ما راح يلقى أطفرها واصلي له هذا الحج يقول لي لي ما باجيتك تقول راح تندم وبغت ما يفيد بي الندم ويام والله ما أدري ربي يشهد عليه أنا مارد مارة الأسر غير خيال بس شاس هو يحطونها بس كون مكاني وجاوبوني ابني تخبر يا عالم وصلت بي الحالة ينتهر ولو ما عرف شلون شان يريد خيال شان قلت عنده علاقة وحوالي ذلك حار شسوا شسوا حتى أقبل وأخطبها إليه خيال أرحك يريدني لا باجي ابنيش ما يريد بس نفسه والشي سوا بي ما راح أفوت هيله بسهولة وهس تشوفون حشيت هوقمه المكاني صعد تنرفتي مصدومة أول مرة ما تنزل دموعي وأول مرة أحقد على أسر لهذه الدرجة بغت أفور مني ويا روحي منتظر بابا يجي حتى تعرف أتصرف ويا هذا المريض لأنه هو يتمادر وصار لازم يوقف عند حده بغت بغت عسل تجي وتروح تحاول أفتح لهالباب حتى تحكي وياي بس عانده ما لي خلق الكلمة وما راح أحكي شيء إلا من يجي بابا للظهر سمعت صوت فتاة نزلت أذكر لقيت بابا دي غسل يمن وقص على راحة للصالة انتظرت يجي صح تعبان بس بي ما بي أسكت أكثر من هاشي ليث ها بنتي شنو مو على باضج خيال انت تارف الصار اليوم ليث لها معروف خير إن شاء الله خيال اجت باجي وقام وطلبت من ماما تروح وياه حتى يخطبون حولها الأسر باو علي سكت ما جنت منتظرة سكوتة جنت أريد ردة فعل رسمتها بباني ردة الفعل تورد قلبي وترجع لي حقي وترفع من كرامتي صارت مدات برجلية خيال ما راح تحكي شيء يعني زينب ليث سمعت وانتكش قالت لك لو لا ليث هزراسة بدون ما يحكي زينب وشنو معيك بهالدقة ناخصة لايث براحته حياته هو حر بيها ما حد يقدر يجب على شيء ما رايده فده بس يابه هو خطب خيال منك ومن كل أخواني هو وقفه بجهنه وقالت زوجوها أنا ما رايده شلون هسه يتراجع عن كلمته يريد يخطب غيرها خيال بابا أجي شيء ما أقول شنو يعني حياته هو حر بيها لعدو حياتي أنا شنو إذا ما رايدني ليش ما خلاني أتزوج إذا عجب التحراء شنشكو انطاكم كل موضوع حك علي وعليكم ما تضاريت منك السكوت شننت متوقعتك تروح وتوقف بجهة وتاخذ لحاقه من بين عيونه ومو دقول حياته هو حر بيها ليث بابا هدي حوام بتعمتش وماكو فرق بيناتكم يجوز الله كاتب لك الأحسن ليش تنقه مين على الشيء شان بي صالح إليك ما شان راح خيال لدخل رب العالم الموضوع كالشي يجاي يصير ويانا من إيدنا الله شعليه قابل قال صيروا بهايم وعمشوا بهايكو بالطريقة الغلط ليث وش رايد أهسه الولد مريض واستوى طالع من حلق الموت تردين أروح أتعارك ويا والله ليش انطيحني كلمة وترجعت عنه خلي يسوي لي عجبا وهم نفسه ويانا قبل أيام جنا نبشي دم على حاله وخايفين لانا خسرة ويصير جوه تراب هسن اجي انعاث في فوق مرضه على شي ما اشوفه يسوع خيال ما تشوفه يسوع واضحك عادي أصلا أنا كلش كلش عادي مجديدة على أبو سجاد هالتصرفات طول عمامية منفضل جهال أخوانه على جهاله حتى بالغلط ومن يمهم تصير غفور من رحيم ومن يمنا شديد العقاب ليش بس أريد أفتهم ليش شلون تفضل وجع عسر على وجعي تخاف علي لا يتأذي او يموز زي انو انا ترك ما فكرت بي وبلاغلت هال المسكينة يمكن تتوجع يمكن قلبها يوقف من القهر بعد ما تنخذل من اغرب الناس الها واكثر من ورا الله لا يسامحك لا انت ولا ابن خوك اي انا احشيها بكامل وعي الله لا يسامحكم طول ما انتو تأذوني بقلب بار وطول ما انتم متفضلين مصالحكم علي وما يوم حاولتو تفهموني او تحسيني بيا وتقولون هاي الحيوانة اش ينتصر بيها هاي الغبية لما فد يوم قدت احد شلون انقاذيها بدون ما نحس بتأنيب الضمية فداء كافي خيال شلون تتجاوزين على ابوي بها الشكل اول وتاني خيال هاي اه اضحك ابوي ابوي عسل حجتها وصعدت لغرفة بغي صارتنا على بابا تعب كليش بس حاول يتماسكه طول ما خيال تحكي ويها هو ما تنفسه بحرف واحد ما عرفش حسية ساعتها حيضة اصعد عاتب خيال على الوجه اللي تسببت البابا بكلام هاي اللي اصعد حتى اواصيها الوجه عند تتحس بي حاليا بعد ما انخذلت من الكل عرفتهم يتناقشون بالموضوع ورحت خابرة حسام مارد اكثر من اربع موكالمات وهو ماكو حتى دزيت لرسالة تعوبني ضروري ومن ذلك من ذلك ما رجع اتصل بي دقيت الباب على خيال ما تفتح بقيت اتوسل بيها تسمعني وهي ما طلعت حتى النفس درجة خفت لتكون مساوية بروحها الشي بس مباوعت من جوه الباب شفيتها قاعدة يم اتشرباية ارتاحات نزيلة جوه للعصر بقيت المخبوس والبيت المخبوس ماما من طرف فداء من طرف وبابا صار بالنص بس الما مأيد والمعارض بين المأيد والمعارض اخر شي عارفهم وراح للغرفة قفل الباب على نفسه خيال للعصر سمعت اصوات فداء وفرد عالية نزلت اشوف شكوا سماعتهم ويتعاكونوا حسب ما افتهمت باجر ايده فيضع تروحوا اياها وفداء معارض بقيت صار يتصايحون حتى ماما الدخلات على مود تسكيتهم بس ما افاد اخر شي طلع على الباب باب وورا رحت لها على السبع كانت قاعدة تبتي خيال شنو راح تخطب لها فيض وفرد الموضوع خيال فخيال احتي وراحت وراح وراح تخطب له اي راح اريد اعرف من وراح وياها احتي الله يخليك فيض هيو بيبي خيال اريد مفتاح بيتكم لعاد فيض اشتسون بي خيال اعاقلي صعب عليك بس اسر مريض مو صاحي والله العظيم مو صاحي خيال شبيت بس احتي وياه لازم افتهم ليش سوى هاتشية هاي ابسط حق الي بعد ما اخذني وراح وراح الغيري فيض مو تتعاكون خيال قابل جهال انتعارك انتيني مفتاح بس احتي فيض ها عن ميز اقبالك اخذت وطلعت اركض بواعت عسل ويا ماما بالمطبخ لبست العباية وطلعت بدون ما ينتبهون علي وصلت البيت عمي فتحت الباب دخلت كان البيت ردوه حتى حسام طالع مشيت بخطوات ترجف لحد ما وصلت الغرفته فتحت الباب كان على الكبسي قاعد اقبال المرية بس شافني انصدق اسر الخيال اتشابتش هنا خيال راح او يخطب لك مو اسفر وانتيش عليش خيال رج خيال رجعت الباب حيل ورحتك بالله لك انت شنو فهمني شنو الخاطر الله اسر لتعلي صوتك علي خيال علي وعلي وعلي دفرت الكبسي برجلية اموتك مو بس علي صوتي عليك تسمع له لا حاتشيني ليش سويت هاتش هيش سويت لك حتى تخذني سويت لك حتى تجرحني سويت لك حتى تموتني وانا عايشة اسر انتغم خيال تنتغم اسر اي كل شي صار وعتي كان عبارة عن انتغام لا اكثر ايش عبالك نسيت تسوي توبيني لا والله ما نسيت ولا راح نسمي قتليش بسيطة خيال جنت قاصدها جنت منتظر الفرصة حتى بتجعلكم الخضنان بخضنان اكبر منه انتي وعمي وخوانيش الكل خيال الكل اضحك شفتني اسر مو قليل ولا مو مع ذلك تحبي وتموتين علي حتى كرامة ما ضلت لك بسبب حبه روحي ووصلي هالحد شي لابوت وقليلي للاسر واحد حقي وسوها شي متقصر حتى اذيك باعز شي عندك مثل ما اذيتو باعز شي عنده اريدك تقول لي له الشي حتى خلي يعرف اسر منه حتى يبطل يسوي روحه حنينة براسي ويركض ورايا حتى يساعدني ما يحتاج مساعدة ولا منه ولا من غيره عوفوني بحالي وطلعوا من حياتي تفهمون الخيال بغير صافنا عليه من سوعب كلامه معقولة هذا اسر معقولة هذا الشخص الحبيته من زغريه هذا نفسه ابن عمي التربين اسواب وضيعت عمري علي اسر طلعي يلا طلعي ما تسمعين خيال اسر صدق تحجي ولك سنين عمري ضاعت وانا انتظرك تاليت قلي قاعد انتظر منكم اسر بابا روحي منه اذا انت غبيه وصدكتي صدكتيني انا شنو ذنبي اهنا انا انهاريت نزلت تبوعي بحفقة وصافنا اغلعي علي اريد اسوي شي يريح قلبي بس ما عارب شنو بالضبط شان يقول اسر شوفي هسا انا سويت بيتش جغل جرحتك وهنت كرامتك تقدرين تعوفيني لا والله فلا تعوفيني وراح اتظلين وطول عمرك اسيرة الحب لانيك بلا كرامة وشخصيتك معدومة حياتك كلها عبارة عن اسر واسر فلس ما يشتريك تغربت منه بعصبيل ظاهر واضح واثق من نفسك كلش بعد ما بعدك ما تعرض خيال منو وهسا راح راويك ش تسوي هاي الشخصية شخصيتها معدومة شلت التليزوني رقعتها بالقاع رحت لليش ومرتها على اسر وقوة وراها قمت اضربها بشكو شي يجي قبالي حتى لو كانت تقين ومودي حتى العطور ضربتها وادري بها متتترجع بس يقاوم لبين ضعفه وقلت يلتو هو مشلول على الكرسي خيالها شي نساكد انت رجال قوم نعني يلا قوم اوقف على حيلك ليش قاعد لو ما تقدر تقوم واضحك ابقى هيك شي عحلة والله ضل على الكرسي عساك لا قمت منك كل عموك تعرف بشنت ادعي حتى ما تتموت وتعوفني بس كل اللي شي صار من ادمانه على دعايا للموت راحة اليك وانا ما اريدك تبتعه اصار لك هسا اكبر عقاب اليك خليك عاجز ضعيف حشران لو تلقيك لو تنداس ببجلينة بتسام وابتسام تفزز الشيطان الداخلي ركضت عليه دفرت الكرسي حل ليش تضحك على شو نفضحك اعود تنرفزني اسب لا اضحك على غبارش ما شايف واحده مثلك بدون كرامه ومحتارش تسوي حتى ترجعك بس للاسف فشلتي وتتفشلين وما حظلين فاشلة بهذا الشي كل عموك خيال ولك وقت مني عمر سنين من حياتي ضاعت بحبك ومع ذلك ما اكتشفت حقاتك وخسارتك الا اليوم حتشيتها ودفعت الكرسي بكل قوتي وقعت على وقع على وجهه قبل صاح لان الوقع كانت قوية وتأذى منها دل نقت يما اضحك وقت لا بيك حظ اتصرف يا جبان قوم يلا قوم انتقم مني قوم ومد ايدك علي مثل ما مديت ايديك ايدي عليك ووقعتك مثل الطفل ما بك تقوم مو سودة علي وابحك دفرت التحافية على خاصرتك وطلعت اكو شي بداخلي يلومني بس عقلي يقلي كلي سويتيه قليل بحق واحد مثل اسا وصلت البيت اول ما ادهت لقيتني ماما زينب وين شدتي خيال خيال واحد حتشيت ويا اسا زينب وليش تتحشين ويا شنو عندش ما عندش كرامة خيال اي ما عندي حتشيتها وصعدت اركض القرفتي اغفرت الباب وعوضت الساعات الما بيشيت بيهن عسل بيوم هالبيت القبص خيال من جهة وامي من جهة ثانية ومن غير فايضة تعركت ويا فدا وتعركت ويا فدا وقضيتها بيشي لحد ما صار المغرب وافر المطبخ وبالي يوم خيال وصار وياها سمعت جهات الدق بوعات عسام تا يتصل اخيرا جاوبتها عسل ها وينك حسام ضل بالي حسام ها عسل اسف كنت مشغول عسل عرفت بالسال فهمو حسام اي عرفت وتعركت ويا اسا بهم عسل ليش هتشي ليسويه جا حسام كل شي ما عرف عسل والله العظيم راح يخبرني حتى مالي عين اجي لبيتكم واحشو يا عمي عسل لازم تحشي تجي حسام ما تدري اصار الدنيا احترقت يوم كل حسام يا اسا تارو شكو احشي عسل خيالت خبلت جاوزت على بابو صيحت على مامو اخر شي راحت الاسر والله الاعلام جصار بيناتهم لان رجعت عصبية حسام مش وقت راحت له عسل العصر من راحت باجي تقطب حوارا سدي الخط بعدين اتصل البيتش على العصر من راحت باجي تقطب حوارا عسام سدي الخط بعدين اتصل البيتش من طيتها مجال تحشي قبل فصلت الامبال يم اسا ارتصالها الامر وتقبلت عرفت من عرفته ما راجع بغيت الوما بيها لان اسا ظل وعده وهي قالت ما يقبلون نطلع تشلب ربين على العشاء وهسا بدت اخابرك حتى اتروح يمه رجعت البيت بكل سبعتي دخلت ماكو اي صوت فتحت الباب بواقع بيلقع على وجهه وعرفته صعب عبارة عن طشار ركضت شلتها من القاع قبل بواقع لي اسا شبيك شلون مقعت وهي غرفتك منه فليش هيتش اسا شيني من للسرير تعبت كلش صار لي ساعتين على هاي الوضع اسا حسام خيال مو اسا ساعدني حسام عوف الاسئلة شلته خليتها على السرير وقمت لملمت الغرفة قبل لا تيجي امي ضل ساكن تشقد حاولت افهم منه اش صار بينه وبين خيال ما قبل يحجي انتظرت امي اجت ورحت البيت عمي دقيت الباب ضعت الفداء طلع الفداء كان وجهه ثقيل وحقا معلومة لان ليس شخص انا شخصيا ضجيت متصارف اسا ما عرفت فسر سببه دخلت الصارة سلمك عنهم وقاعدت وعيوني هدوا على خيال اريد احجي اياها بس ما اشبتها بيناتهم حتى عسل وفير ماكو بس عمي ومرته وفداء لايث اشبيك حسام تريد تقول شي حسام اي بس ما عرف شون ابدي لايث احجي ليدي اسمعك حسام على مدأسا لايث مهمت عليك بالنسبة للموضوع حسام يعني ياريث محد يحجي بيه مو مثلا يا حسام يعني مو زعلان منه خيال لا ليش يزعل ابو سجال حسام رفعت راسي بارتها بصدمة خيال ابحك اشبيك اتباه احجي يزعل علينا وما يزعل عليكم تعرف احجي من زمان ليث خيال كافي زودتي هي اليوم كلش خيال مو هي هاي الحقيقة مو انت فضلت اسر علي لي ان تحبه اكثر من بنتك تدري اليوم احجيت وياه حتى اعرف ليش سوي هاتشي فنك شنو قال احجي ليش صاف من لو تريدني انا اطربك وبكلامي كلام العذب قال انا سويت هالشي حتى انتقم منك ومن عمي وروحي قليلي هالشي حتى ليش صير حنينة براسي يبطل يساعدني شفت بالله واضحك يلا اضل حنين حتى راح اضل على نفسك حبك اليه بعد الكلام السمعت على لسان اسه زينب شقد ما يستحى الولد مع الاسف علي والله ليث اسكتي زينب زينب ليش اسكت ليش ليث كافي انا على ابوكم يا ابو اليوم الاكشر اش شفتكم به والله ياخذني حتى اخلي احد ترتاح وترتاحون وياي بساعة واحدة فدا اش كافي ما تشوفون ابوي تعبان اجابكم ليث حسام تعالوا اياي للغرفة حسام باوعد عليه لزم ايد قلبه ومشه رحت وراه على السرع اللي قتم تخربط اش شرلي على العلاج انطيتها شوية وقدر يحتي جاء نفسه قوي اش شرلي وقعد باوعد على عمي شبيك اخذك المساج فشكلك ما عاجبني كلش ليث ما بيها شي لا تخاف حسام اذا على كلام اسر ما ادري شاقلك بس اكيد مو بعغلة ولا مستحيل عاقل يحتي الحشي بحق ابو ليث ادري حسام ادري اسر مو صاحي ولا هو القاصد اللي يقوله وانا بتاكيد دي فكر بشي وسو كل هذي اللغاوي حتى ينفذ تقريبا عرفتش شنو هو حسام شنو هو عمي ليث ما يريد يتعالج دي سوي هذا حتى يكرهنه بي ونعوفه ما يدري لو عوف الكره بعيونه هم ما عوفه الا من اموت حسام اسم الله عليك عمي لا تحتي هيك ليث اكو دكتور معروف اسم فلا اريدك تجيب لي بغمو حتى اخابر واشوف الشي يقوله على حالة اسر حسام باتش اعتبره يمك بس عمي شي فيه ده اسر معاند وما يقبل ليتعالج ليث عوفه علي انا اتصارق فيها حسام ماشي بس حاول تريح روحك عوفهم ويشتعلون يشتعلون المهم صحتك عمي لان ما عدنا غيرك ليث الله كريم حسام ضرعت من يمه شفت عسل دي تنزل من الدرج عسل حسام هاش وقت اجيت حسام ما صاري هوي شونت وشون صارتين شغلت ونسيت اسأل عليك حسام اذا المرض احسن واذا اما اذا تسأل على نفسيتي فازفت الله وكي لك حسام نقعد شوية لو عندت شي عسل لا ما عندي تعالي استخبال اخذت ورحت اول ما طبينا غفل الباب قبل باوعت له ليش غفلته حسام حسام قلبي وجعي يعني واريد افتاح عسل باوعت لو سكتت ما فهمت شنو غصده من هالكلام الحد ما هنسحبني من ايدي لغاني فوقعتني ونا ما بحضني حسام تعبت عسل كلش تعبر عسل ما يخالف تحمل يجي يوم من التنحل كل هالمشاكل بس اصبر شوية وفعت ايدي العرب شعبة صح الدنيا عكسة ويانة بس ما كو شي يبقى على حالة لابد تيتغير لي وان شاء الله للاحسن حسام ومرضت عيوني وما يحتاج افتاح محتاج افتاح محتاج افتاح محتاج ارجع طفل لا يفكر بشي ولا اشيل اهم احد غير نفسه وبس عسل حسام بيك شي حسام عمي تعبان كلش عسل اذري بي والله يساعد من جهة اسر من جهة خيال حتش تحشي ممتوقع تحشي بيوم من الايام زين منه والله واقف على طوله ويمكن رب العالمين اراحنا وبحالة الخاطرنا حسام اريد انام جيبيني مخدع عسل ليش مخدع مونا يبحضني عسل حسام يوم عود التعبين عسل عادي فدوه اليك المهم انت تفتاح وسهل غموطي عوني وظلت تلعب بشعري لحد ما غفيت فيض دخل فداء للغرفة ضايج احس بيومها يريد سبب حتى يتعبك لذلك لازمك نفسي ما حجيت ويا اي شي فداء قميصي ليش ما غسلتي فيض فداء العسر ذبيته وان الاحق ارسله واحنا مخبوصين فداء طلعيح حجج دائما اتبارين ذنوبش بتبريرات اقبح منه مو جديدة عليك فيض باوعت لو سكتت فداء عينيش لا افقا سيد يارباليش تباو عينيش موابة ثانية فيض اشبيك فداء بس تريد تتعارك فداء لتجاوبين صوتش ما اريد اسمع تفهمين لو لا فيض اذا ضايج مني خليني اروح ويا حسام احسن ما تدوم مشاكل من جوع فداء واللي قابل لازمتش فيض انها ضمت من كلامك الليش قمت اخذ ملابسه واحت لها ما مبدل وجعت للغرفة لكيته يقلبه بجهازه بس احجابه طلعت بدون ميتشي منحتي شي عسل نام حضني غريب الساعة صح تعبت من فرح بس فراحت بنفس الوقت لان حسيت ارتاح شوية وقدر يخفر رغم كل المشاكل الصارت بعدني اباوة لو ابتسم سمعت الباب اندقت قبل فزد مقروع اسم الله شبيك ماكو شي حسام منو هذا عسل هسا اشوف قمت فتحت الباب شوف الفيض تبجي فيض شو حسام شو وقت تروح عريد اجي وياك حسام ليش بس لا تعركتي انتي وفداء فد لا بس محتاجه احل اتاح يومكم حسام قمت من يومه الغرفة فداء دقيت الباب شوية وطلع يدخن عارفة صايا بيناتهم مشكلة فداء ها حسام حسام هاي فيض ترتجي يمنى تقبل اخذها لا فداء اخذها حسام ماشي الله مع السلامة فداء الله وياك عسل سلموا علينا وطلعنا طلعوا ورا وراها بابا استلم فداء تحقيقات على رزائي لان عرف ما تعرف كوي فيض بسبب اللي صار اليوم لحد مامل وسكت بوحده خيال يومين وانا محتاج يسر اروحي عرفت من بتعمي حوام ما فعلى اسر وهالشي ما خلاني اموتن مو بس اتأذى ولان هي صديقتي بتعرف المشاعر اتجاهها اتجاهها اتجاه تراعت رقمه وتصدرت شوية وجاني صوتها بدون سلام زي لتعاليها انتي ما تستمعين حوام ما عندين غيره اشكلتي النفسيش بالله من قبل تبعسها وانتي تترين بتعمي جانت تحبه حوام شبيج خيال انطيني مجال احجي خيال ما اريد ان اسمع صوتك يا حقيره الله لا يهنيكم لا يوفقكم انتي وذاك النذل وان شاء الله حوبتي ما تتعداكم بحق الحسين هتشيت هتشي وسديت الخط حضرتها وبوقيت افتر بوحي مخنوقة وماكو لي ريحني ابد ولوش ما حاولت وسويت دذلت جول قيت ميس وامها يمنة سلمت عليهم وراحت المطبخ كانت عسل دسوي لهم فواكه اخذتها منها وقدمت لهم اب نفسي اميس عاشت ايدش حبيبتي خيال بالعافي خالة خليت الصينية واقبالهم وقعدت طول ما هي تحجيو يا ماما عيونها عليها عرفت بعدني ابنة فسويت ريدني وكتنفرح بيك بيش خيال لا خالة بطلة تابع عميش انشل مثل ما تعرفين فاش سويت بواحد مشلول اميسي رعيني زيان شنو ما نارت الزوجين مو كوبرتي بعد خيال اذا تقدم لواحد بي حظ اليش لا اميسو مازن وين راح لعد بعدنا انريدش وانريدش شاريش بمعي عيوننا بس قولي موافقة وشوفي شنون اندليلش دلان مصايا خيالي خالة موافقة اشتركوا في القناة